من جانبه قال قائد القوات الامريكية في افغانستان الجنرال جون نيكلسون قال ان ام القنابل كانت سلاحا مناسبا لتخفيف العقبة التي واجهتها القوات الامريكية جنوب نانجرهار فالقنبلة مصممة خصيصا للكهوف والانفاق هذا السلاح الذي استخدمناه كان مصمما لتدمير الكهوف والانفاق ولذلك كان السلاحا مناسبا لتخفيف العقبة التي واجهتنا ونتمكن من مواصلة الحملة العسكرية التي كانت تستهدف جنوب نانجرهار وكذلك جاءت الضربة في الوقت المناسب وهي مجرد قرار تكتيكي وسنتمكن من مواصلة حملاتنا العسكرية لو تحدثت عن دلالة الوقت بهذه الضربة كنا نجري عمليات عسكرية في افغانستان في العام الماضي وقبل انطلاق هذه العملية العسكرية كانت داعش تحتل اكثر من 13 قرية في جنوب نانجرهار وكان لديهم الاف من المقاتلين لذا يمكنني ان اقول ان هذه الحملة ليست وليدة اللحظة اوائل الشهر بدأنا حملة عسكرية جديدة ضد داعش خاصة جنوب اقليم نانجرهار لتقليل وجودهم العسكري وتحرير القرى التي كانوا يحتلونها لذا استخدام هذه القنبلة بهذا التوقيت ليس سوى مجرد تكتيك في وقته المناسب وليس لها علاقة مع اي هجوم خارجي سوى تدمير داعش خلال عام 2017 ترجمة نانسي قنقر